شهد قطاع السكن ببلدية سيد سليمان بولاية توقورت قفزة النوعية حيث استفاد سكان هذه البلدية بسكانات اجتماعية والتجزئات وأراضي عقارية دعمت مجهودات الدولة لتوفير السكن وبكل الصياخ وكنا في الضيق ووستعلينا ربي والحمد لله ورانا كامل فرحانين وفت العملية حسنا الله بارك كنا عايشين في ضيق يعني ضيق ضيق بعد والحمد لله وفضل ربي سبحانه والدولة الجزائرية لعونتنا في هذه السكنات أزيد من ألف تجزئة خصة لسكان بلدية سيد سليمان مع معارضات النمط العمراني للمنطقة إلا أن التباطؤ في التهيئة العمرانية وإيصال الكهرباء وربطها بشبكة الصرف الصحي والماء الشروب هو أكثر ما أرق المواطن في هذه البلدية معناش كهرباء مازالية 90% من سكان الحي كل بنيين وحبين يسكنوا وعندهم ضيق في ديارهم بس على الكهرباء حال دون ذلك المشكلة أن السكنات تمت والمرافق كما الكهرباء وكما السينيسمون تعل صرف صحي والماء مازال مش جاهزة كل الصياغة راه موجودة في بلدية سيد سليمان الشغل الشغل كهرباء راهي أنكور لا لا الحمد لله تمت المعالجة تاها في لوبيجي راه المقاول أنكور وما زال سكان البلدية في تطلع دائم لإعداد برامج سكانية أخرى تمنح لهم اكتفاء مع استكمال كل الطلبات لتوفير سكان فرق